السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم اتكلمت معكم في الدرسة بتاعي مبارح إن أخطر عقوبة ممكن أن يعاقب بها العبد هي عقوبة قساوة القلب اللي بتظهر دايما في موطنين كبار من المواطن اللي دايما العبد بيكون فيه إما موطن اسمه موطن علاقة العبد مع الله سبحانه وتعالى وإما موطن علاقة العبد مع الناس قساوة القلب تظهر في علاقة العبد مع الله سبحانه وتعالى فتجد الإنسان ده وهو واقف في صلاة الترويح والإمام بيقرأ مثلا الأواخر صورة المؤمنون وهي آيات مزلزلة تتحدث عن الموت وتحسر الإنسان عند موته على تفريطه في العمل الصالح وتمني أنه يعود للدنيا علشان يعمل عمل صالح وبتتكلم عن الميزان ومن خفت موازينه ومن ثقرت موازينه وبتتكلم عن أهل النار وطلبهم من الله سبحانه وتعالى أن يعودوا للدنيا ليصلحوا أعمالهم والله سبحانه وتعالى يقول لهم اخساؤوا فيها ولا تكلمون آيات شديدة فتلاقي المسجد كله بيبكي إلا صاحب القلب القاسي واقف وهو مستنكر جدا هي الناس كلها بتبكي ليه إيه اللي بيحصل يعني عشان نستبكي فهين تظهر قساوة القلب تظهر قساوة القلب وهو بيقرأ القرآن أو بيسمع القرآن أو بيسمع موعظة في خطبة جمعة والناس كلها متأثرين جدا بالموعظة ومع ذلك تجد هذا الإنسان غير متأثر تماما وهي دي مشكلة قساوة القلب مشكلة قساوة القلب تظهر دايما في علاقة العبد مع الله سبحانه وتعالى وتظهر أيضا في علاقة العبد مع الناس تلاقي كل اللي حواليه يبغضون هذا الإنسان يكرهون هذا الإنسان لا يحبوه أبدا عارفين ليه نظرا لأنهم ما وجدوا منه رحمة وما وجدوا منه رقة وما وجدوا منه لين قلب وإنما دائما ما يجدون منه قساوة قلب بنتي كانت بتنتحر وأنقذوها في اللحظات الأخيرة ليه يا بنتي؟ نظرا لقساوة الأب زوجة حولت كذا مرة أن هي تنتحر ليه يا بنتي؟ نظرا لقساوة الزوج وهكذا دائما واحد في يوم الأيام قرر أن ينتحر ليه نظرا لقساوة المدير في التعامل مع الموظفين بتوعه وهكذا القساوة دي القساوة دي نسأل الله السلامة والعافية من أشد أنواع العقوبات اللي ممكن أمة في يوم الأيام تضرب بيها أو قلب إنسان في يوم الأيام يضرب به وكنت اتكلمت معاكم في درس بارح عن أعراض هذا المرض وعن أسباب هذا المرض وإحنا من يحتكين نتكلم عن العلاق وأنا هطرح السؤال يا ترى قساوة القلب دي لو وجدناها في يوم من الأيام عندنا كيف نعالج قساوة القلب وانظر للقلب وما فيه وتأمل في خلق الله الإجابة على السؤال كيف نعالج قساوة القلب محتاجين بالفعل إن إحنا نركز فيه شوية ونركز كمان في الإجابة شويتين ثلاثة الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم بمجرد ما يجد في يوم من الأيام إن قلبه فيه شوية قسوة كان بسرعة بيروح على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا عندي مشكلة في قلبي أعمل إيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة بيرشد لهذا العلاج اللي بيكون ناجح فعلا لو مشين عليه ويمكن من أول الأشياء اللي بتلفت أنظرنا هو حديث أبي هري رضي الله عنه أن رجل جاء فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي أنا جاي أشكو ليك قساوة هذا القلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يلين قلبك قلبك أو إذا أردت تليين قلبك كما في رواية أخرى فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظر الإنسان صاحب القلب القاسي لو أنت بالفعل عايز قلبك إليم حاول دايما تقرب الناس أصلا اللي قلوبها رقيقة الناس أصحاب البلاءات الناس اللي عندها محن الناس اللي عندها أزمات لو كنت في يوم من الهام تشعر بقساوة في القلب وروحت الحالة فقيرة الحالة الفقيرة دي واحد مريض مصاب مثلا بأمراض في الكبد أو مصاب بأورام وتروح وتشوف نحافة الجسد وصفرار الوجه وتشوف قد يهي الإنسان دعم ما ليتألم من هذا المرض حتما ولابد هذه المشاهد بتكسر القساوة اللي موجودة على قلب هذا الإنسان القاسي لما في يوم من الأيام تروح تشوف يتيم وتعود معاه وتتكلم معاه وتلاقيه في وسط الكلام يقولك أنا كنفسي آقاب الحد أقوله يا أبي أو يا أمي هنا المشهد دا أو الكلمات دي بتكسر القساوة اللي موجودة على قلب أي إنسان لما في يوم من الأيام تروح تشوف مريض وتزور هذا المريض أو تزور الفقير أو تزور المسكين أو تزور الناس دي حتما نابد مثل هذه المشاهد تكسر القساوة اللي موجودة على القلب لذا أرشد النبي صاصم لأول علاج وأهم علاج من العلاجات اللي بتزيل القساوة من على القلب هو القرب من المسكين والقرب من الفقراء والقرب من الأيتام الأمر الثاني من العلاجات المهمة جدا اللي بتكسر قساوة القلب هو الحرص الدائم عن السماع في الأمور المتعلقة بالأخرة إنك تسمع كتير عن الأخرة إنك تسمع كتير عن الجنة والنار إنك تسمع كتير عن الأخرة أو تشوف الأخرة بعنيك أن يكون عندك اهتمام دائم دائم أنك تقف على غسل ميت أنك تشيع ميت أنك تشيله على كتافك أنك تنزل قبر أنك تذهب لزيارة المقابر المشاهد دي كلها من المشاهد اللي بالفعل بتخلي قلب الإنسان لو قاسي القساوة اللي حوالين القلب دي بتتكسر برؤية هذه المشاهد أنك تشوف حقيقة الدنيا أن الإنسان الآن على خشبة الغسل يقلبوه يمينا ويسارا بهذه الصورة وهو لا يملك لنفسه شيئا بتزيل القساوة حاتما ولابد أنك في يوم من الأيام تشوف بالفعل أن اللي نافع في هذا الوقت وفي هذا الزمن هو وجود عمل صالح بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى هو دا اللي يشيل القساوة أنك تروح تزور قبر من القبور هو دا اللي بيزيل القساوة لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنائز والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تراقق القلب رقة القلب بتيجي من هنا إنك تزور المقابر وتشوف أحوال أهلها وتسأل نفسك يا طرى اللي في القبر ده وضعه إيه الآن هل في نعيم هل في حثاب كثرة السماع عن الآخرة ومشاهدة الآخرة أمام العين بتؤثر حتما ولابد في القلب فحاول دايما إنك تنزل النهاردة مجموعة أشرطة أو مجموعة دروس بتعلقة بالدار الآخرة واسمع كتير الأمر الثالث مجالس الوعظ من أعظم الأمور اللي بتكسر القساوة اللي موجودة على القلب أي إنسان هي مجالس الوعظ إنك تروح تعد في مجلس علم علشان لما هتجالس هؤلاء أصحاب القلوب الرقيقة حتما ولابد ما فيهم من خير سينتقل إليك وبركة هؤلاء ستصيبك بإذن الله سبحانه وتعالى سماع مجالس العلم من الأمور المهمة جدا إلى ربنا جعلها سبب إن هي ترقق هذه القلوب كما قال العرباض النسارية وعظان رسول الله موعظة بليغة واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون هنا العيون اتحركت بالدمع والعيون لا تتحرك بالدمع إلا بسبب تحرك هذا القلب ولين هذا القلب وجودك دايما في مجالس الوعظ هيؤثر عليك جدا الأمر الرابع حاسب نفسك حاسب نفسك في كتير من الأوقات وحاول كده تختار المكان اللي أنت تحاسب نفسك فيه كان بعض السلف إذا وجد من نفسه قسوة يعني فيهم أحد طلبة العلم راح يزور الإمام محمد بن واسع فبيقول أنا رحت لقيت وقعد على قبر من القبور جلس بجوار قبر من القبور وبكى بكاء شديدا فقلت لأحد أصحابي أهذا أحد أهله قال لا ولكنه كلما وجد من قلبه قسوة أتى إلى هذه القبور وبكى بكاء شديدا وحاسب نفسه على عمله دي من الحاجات المهمة جدا إنك تعد كده ورأ وألم وعمل حساباتك يطرى أنت أخبارك إما عربنا سبحانه وتعالى أريب ولا بعيد يطرى لو أنت ربنا قدر عليك الموت الآن وقفت قدام الميزان يطرى حسناتك الموجودة حاليا هي اللي هتكون أثقل ولا يطرى سيئاتك هي اللي هتكون أثقل محاسبة النفس إن أنت الآن وقفت على نهاية الطريق إما إلى الجنة وإما إلى النار حاسب نفسك أنا رايح فين كثرة المحاسبة من الأمور اللي بيتكسر القساوة اللي موجودة على الألب وأخيرا ادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير إن يرزقك القلب الرقيق القلب اللي بيخشع من الموعظة مش القلب القاسي الجامد النبي كان كثيرا ما يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع يا رب أعوذ بك من هذا القلب القاسي الذي لا يخشع عند موعظة ولا يخشع عند صلاة ولا يخشع عند قراءة آية ولا يخشع عند سماع المواعظ ومجالس العلم اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ادعي ربنا يا رب أزل القساوة من على قلبي يا رب أرزقني القلب الرقيق اللي وحبب أختم معاكم بهذا الحديث اللي بأكد فيه على ضرورة علاج الإنسان لنفسه إذا شعره بقساوة القلب فالنبي جعل أن من أهم الأمور المؤهلة للجنة أن أنت يكون لك قلب رقيق فقال صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة ثلاثة منهم رجل رقيق القلب سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم رقة القلب ولي هذا القلب وأن يجانبني وإياكم قساوة القلب وجفاء القلب